قضية الحجر والموضوع اللي قاعد نمارسه اليوم احنا بالكويت بس قبل لا ابدأ يعني الحلقة انا يمكن امس كنت في في نقاش يمكن كان عندنا كانت حلقة يمكن على اللايف انستجرام وتناقشنا على موضوع ان الفناء في العمل وعملية الاخلاقيات اللي موجودة في العمل وراح اربط شيء بشيء مع بعض قبل لا ابدأ مقدمة حلقتي هذه احنا يعني اليوم لازم نعرف جزء وايد مهم في الموضوع وهو ان احنا اليوم لما مثلا نعطي مثال اليوم انا اليوم كمذيء عندي حياة طبيعية عندي البيت الياهال هذا يبي شغلة فلانية اطلع هني اروح المشوار الفلاني اخلص شغلي هني وهني اصلي ويه فهذه الضغوطات عليك انت على اساس تي تقعد تحضر حق حلقة اليوم البرنامج هذا عشان يطلع انت قاعد تشوفه لازم يكون المصورين موجودين لازم يكون الفني الفنيين موجودين داخل لازم مهندس الصوت يركب لك المكروفونات وقاعد على المكسر موجود لازم مال التريفونات عشان يرد على العالم موجود لازم احمد المعد موجود لازم سمير المهندس مال الستيديو موجود سمير مدير استيديو لازم يكون موجود والمهندس المنشفين لازم يكون موجود هذولا الفيديو لازم يكون موجود المنتير خالد لازم يكون هذيني كل ما لازم يكون موجود هذه الخلية كلها كل واحد عندها ضغوضات نفسية هذا يا اي مالي خلق وهذا تعبان وهذا طايف اجار وهذا عند الاعتزامات وهذا العمل كله يرأسه شخص واحد اللي هو منه المخرج محمد عز لماwwww يعطيك الروح هذا يلا شباب وشغل الهني الصوب واركب لي هذا احمد شايك لي الفيديو جاهز المواد يعقوب الكاميرا لا ارفع الكاميرا شوية نزل الكاميرا يمين يلا هذه الروح اه هي اللي تخلق الجو اللي احنا الساعة هذي نطلع فيها على الهواء تشوف انه يعقوب قاعش دام كاميرته مستانس مرتاح نسيته مرتاحة لان المخرج معضي تعليمات من قبل مال الفيديو مرتاح لانه قاعد ويه المخرج معلمه احمد الغريب بحاط الاعداد وحاط لهم ياه في الجدول جاهزين الاتصالات قاعد ياخذون الاتصالات يبلغ محمد يقول له اوكي جاهز الاتصالات راح اخذهم تسع الاربع حسب الجدول اللي هو عنده ياه خالد المنتير اوكي يروح لها محمد ها فهذا الجز اللي قاعد يقوم فيه ابو يوسف محمد عزقه واكي الله يعطيك العافية تحياتنا لك ولكل فريق العمل حقيقة من ادارة القناة الى اصغر شخص موجود الان هذه الروحه هي اللي اليوم قاعد تخلينا نحنا نطلع نضحك و نساكم الله بالخير ويعطيكم العافية وبيعواكم الله وضحكة وياهالا طال عمرك وهالا اخوي هذا الجو اذا هذا الجو مفقود ما راح تشوف البرنامج بالطريقة اللي انت قاعد تشوفها راح تشوف مرة الكاميرا انا قاعد اتكلم هنا وقاعد يصورونها الصوب قاعد تشوف ان انا بعد اتكلم خلنا نشوف تغرير الفلاني ووقف عشر دقائق على ما يطلع الفيديو اه اطنا الاتصال اه بو محمد ولا اه معصومة على الهواء هذا هذا الكلام لما اقوله انا لما يكون فيه مخرج ذات اخلاق يمتلك الاخلاقيات اللي عرف يتصرف مع العالم كلها باخلاقياته يضحك مع الكل والكل يتقبل منه مثل محمد عز لما يكون متابع العملية مع الكل يطلع الانجاز هذا اللي قاعد تشوفها نفس الجزئية في العمل الحكومي او في الشركات لما يكون مسؤول القسم او مدير القطاع ذات هذه الاخلاقيات ويتابع الموضوع هذا كله راح اليوم يعني الحين محمد عز ممكن يقعد يريح يشرب شاي لنا عارف السيستم ما شي عنده واضح ولكن انت اليوم البعض للأسف لا ييك الدوام واصلوا هني ويشخط من الموظفين كلهم ويبي انجاز ما راح تشوف الانجاز هذا هذوله ناس هذيله بشر هذيله اوادم انت اليوم لما كنت مسؤول لان تكون انت قيادي جزء من العمل انك انت تتعامل مع نفسيات مع بشر مع اخلاقيات لازم تخلق روح معنوية انه والله اليوم قاعد ييه سلام عليكم اطلع تكلم وياه ما ندم اليوم انا والله اداوم في احد الاماكن ودقت مثلا خلاف بيني وبين الزوجة وعندي مشكلة مثلا لا انت تفضلي ديائك مراجع نعم اخوي تفضل هذا المراجع ما لا علاقة بخلافك مع زوان فهذي اليوم اللي احنا قاعد نقولها اذا كان فيه مدير يعرف يدير الموضوع هذا راح تشوفون في هذا القطاعات صالح ليش قلت هالمقدمة لانه واي شكاوي قاعد يلي من المدرسات على الاخوات المديرات والتوجيه على عملية المنصة انه قاعد تتعاملون في الناس كأن الناس عندكم اليوم هذيله يشتغلون عندكم مرحبا باشر الصبك الوعدة فيكم تشغل الهذا مع السلامة مرحبا اه قولي حق الابلات لو واحدة فيكم تطلع اجازة ما فيه اجازات هذا مو اسلوب تعامل هذا مو اسلوب تعامل انت ناظرة مدرسة وانت قاعد في منطقة تعليمية هذا مو طريقة اكو اسلوب اه كذا تربويين يعني هذيله مدرسات عندكم هذيله مدرسين عندكم ما تعامل يانا بالطريقة هذي اه لا اه رجاء اللي اللي مو عاجبها تتحمل شنو شو تحديده هو شنو الموضوع فاني هذه الرسالة لكل التربويين سواء كانت رئيسة قسم وعندهم مدرسات سواء مدرسة وتحتها مدرسة سواء ناظرة وعندش مدرسات سواء مدير منطقة سواء موجه هذا هذه الرسالة احتاج اني انا اوصلها قبل لا نبدأ في المنصة حلو لانا لا تخلونا نضطر نحط الفويسات يعني انا سامع الفويسات بذني ما قاعد اتكلم قاعد اسمع الفويسات بذني يعني